يلا مع بعض نشتغل على الجزء الاخير من اتفو الجزء التالت والاخير منظر الجميل المتمن لمناظر الصالة الاولى لتقدمة سنابل الام بعد كده بنطلع بقى سطح المعبد سطح المعبد يمكن قليل من اغلبنا لما بيشتغل ده انضرب يكون ده لهم لكن الموكب هنا طالع سلالم ده السلم الشرقي للمعبد والطلوع عليه بعدد درجاته المعتاد اللي هو حوالي خمسة وتمانين درجة بيطلع كافة الارباب بنصل له سطح المعبد طبعا المنظر المعتاد اللي احنا عارفينه قبل ما نتكلم على سطح المعبد معتاد الالهة والرموز الالهية والرموز بتاعة حرص وحتحوره حرص متوي كله مرفوع ادي سطح المعبد سلم الغربي اللي بيؤدي الى المعبد اعلى بعد كده بندخل على الصالة الداخلية اللي بنسميها اسخت بيفتجت صالة التاسوة منظر الشهير فيها ضرب الاعداء التقديمات بقى اللي بتتم عندي ليه الالهة هنا هلاقي بطلميوس الرابع دايما وخلفه ارسينوي فيه اسف الاسخت خاعيت كمان بتزبق اللي هي الاسخت اللي فيها نظام الاضاءة والممكن عشرت لها لما قالينا عليها الدكتور احمد حندي اه فيه مساحة الصالة دي اربعة خمسة وسبعين في متر تمانية وعشرين بعد كده بنوصل للصالة اللي بتبان سلطها قدامنا دلوقتي صالة الوعبت صالة الوعبت او التطهير واحدة من اهم واعظم الصالة المنظر اللي الملك بطلميوس الرابع هنا هو داخل الى محور المعبد او داخل الى داخل الصالة منظر تقدمة الكتان هنا الملك بيقدم الكتان كجزء من الخدمة اليومين اللي بتتم ليه مناظر للتطهير والتقدمات الخاصة بيه المعبود صورة نوت في السماء في الصالة بتاعتها بداية للساعات بتاعة نوت وساعة الليل ساعة تانية ساعة السبعة بتمثل قدام الساعات بالكامل الساعة العشرة موجودة منها دي الساعة عازف دي الساعة السبعة اللي قدامنا بعد كده بنوصل الى قدس الاقدس قدس الاقدس موجود في الجزء الخلفي على محور المعبد المناظر بتاعته حنا مشا ندخل فيه المركب المقدسة الصورة اللي قدامنا طبعا دي للمركب اللي موجود الاصل بتاعتها في اللوفر النووس من عهد نختنب بأسرة تلاتين الملك بيقوم بالخدمة اليومية للمركب المقدس لحورس وحطحور اللي شفنا مناظرها برا لما كنا في القوس خطاعات مع المناظر اللي بتبدأ من يمين الداخل لو حبينا نمشي معها هللاقي مناظر فتح المأسورة التقدمات القرابين التطهير وضع الملابس كل المناظر بتمشي لغاية ما يشيل المركب وليسي بها وبعد كده يعمل اللي يرجع وعايز يرجع دي كويس قوي يقدر يشوفها معنا لما بنشوف لما اشكلمنا على ابيدوس قادي الكوريدور اللي برا واحد من اهم الموضوعات اللي حنقابلها في حياتنا وحنقابلها في ادفو وهو منظر انتصار حورس على ست ده الجزء الشرقي من الممر الخارجي طعن فرس النهر الملك بيقوم بعملية الطعن اللي اكتر من مرة بتتم امام حورس المناظر بتاعت الانتصار بتاعتها الاربعتاشر اللي بيمثله عندي الانتصار بالكامل الجزء هنا بيمثل عندي ايم حطب وهو واقف مع الارباب بيفتح الطريقة وبيشد الحبل لان ده جزء من المماكن المهمة جدا ان ايم حطب يدخل بشد الحبل بتاعه هنا بتيجي الالهة المختلفة بعد كده هنيجي اللاعي حورس بيدخل بياخد زي ما يكون بياخد الاذن من الاله هنلاحظ حاجة في بعض الصور ان في خرطوشين قدام الملك خرطوش مكتوب في اسمه خرطوش خالي وده انا اشارت انه في الحالة دي بيبقى بطلميوس العشر في تلت الانقلاب اللي عمل عليك وبطلميوس التاسع الملك دايما بيقف على المركب المقدس بيبدأ يطعن وبيتلقى من حورس ومن الاله كل ما يطلبوا منه وبيجهزوا المركب الخاصة بالانتصار على ست العدو وبيبدأ ياخد الاناشيد السحرية بعد كده يبدأ يفرض الشراع بتاعت المركب ويوقف قدامه تبدأ الحطحورات والالهات تقب بالسلاصل والطبل والدفوف تعلن انتصار حورس على ست اللي كانت المراحل انه كل ما بيعد مرحلة يطعن حورس يوجهه للمرحلة اللي بعدية يطعن يوجهه ومعاه كمان بيبقى الجحوتي موجود وبعد كده بيجي هنا يمحطب وهو بيطعن او بيتبح فرس النهر اللي بيمثل احد الصور اللي مثل بيها الاله ست فيه الصراع ما بينه وما بين حورس بعد كده بيصل للمنزر الاخير وفيه بيرفع الملك السماء امام شو بيقف الملك يعلن انتصاره وبيقف على علامة النب وحورس بيجي امامه ليعلن ان ابنه ده اصبح هو وابنه حور نجي ايتف حورس الذي انتقم لابيه ويمسك الاعداء ويقدمهم امام الاله حورس انتصر الملك وصل بالمراكب بتاعته وبالانتصار بتاعه للمرحلة النهائية اصبح حين الملك يستحق ان يكون حر نب حورس السيد في داخل المكسورة ويعلن بكده انتصاره ويدخل للمكان الحوت سر الشجرة المقدسة اللي شرحناها قبل كده وانتصار حورس على ست يتبقى الجزء الاخير في المعبد عشان نختم واحد من اجمل المعابد البلان اللي قدامنا ده لماميزي اتفو ماميزي ماميز مكان الولادة واحد من اشهر الاماكن الموجودة عندي في المعابد ولادة الاله ابن الاله صاحب المعبد او الاله صاحب المعبد الوجهة بطلميوز الثامن المدخل هو معبد البلان بتاعه لما شفناه هو معبد بطلميوز الثامن امام حورس المعبد متكامل العناصر بكل شيء بالسكرين والز ب الاسكوب بتاعه كل التفاصيل الكاملة اللي بنشوفها للمعبد بتاع حورس هي ممثلة في الماميزي الماميزي كأنه هو ارواح نخن ارواح الجنوب اللي شفناها فيه المعابد الكتير للتلاتة علي تانوبيس لما يبقى قدامهم تلاتة صار يبقى دور ارواح بط بط ونخن المدنتين الاساسياتين في البداية قادل حج خنم بيشكل الطفلة على عجلة الفخار ومعها سيا ومعها سيا والشيد اه سيا واللي بوحو اللي بيدوله القضى المصير والقدر بعد كده بتجيلي سيشات تقف مع وجهة ونخبط بعد كده يجي منظر منظر الزواج المقدس هنلاقي ان الزواج المقدس امون مش حورة وشرحنا قبل كده في اسنا قلنا ليه امون وفي اي معبد امون هو الرب اللي بيحمل كل القوى الجنسية وكل الخصوبة والدليل انه ارتبط بمين فاصبح امون هو الكبير بتاع القعدة زي ما بنقول عشان كده نيجي الليها بعدها الحطحورات السابعة نيجي الليها هنا امون وموت بيتلقوا القرابين هنا عملية الرضاعة ليه حرس حرس متاوي والملك وايف الملك بيقدم القرابين امام امون ثم امام حطحور وخلفها حرس متاوي الملك بيقدم السولاجان الملك بيتلقى علامة الحياة من حورس وخلف حرس متاوي ثم حورس وحطحور والملك بيقدم لهم القلادة المقدسة ثم التقدمة امام الاله اتوم ثم الصلاة امام او التقدمة وحرق البخور امام المركب المقدس لحورس ثم اجتمال المناظر بالكامل في قدس الاقداس الخاص او الهيكل الخاص به معبد الماميزي او الماميزي يمثل ليا معبد ادفو نموذج من اروع معابد مصر في العصرين شكرا اشتركوا في القناة